كذلك أيضا المخالطة لها تأثيرها الواضح في ضبط الفضول في عدم الثرثرة أيضا من الأشياء التي نعاني منها الآن مسألة التطفل مسألة التطفل فخذ هل للمخالطة أثر في مسألة التطفل الجواب نعم سن إذا صحب إنسانا أخذ منه كما ذكرت فإذا كان صالحا إذا كان إنسان متربي وعلى دين وخلق يقول له من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له لا ينبغي أن ينظر المرء في عورات الناس لا نخوض في أعراضهم وهكذا يتعلم فيأخذ منه وبالتالي وبالتالي تكون النتيجة أنه إذا حدث عن شيء لا يعنيه تركه عن شيء لا يعنيه تركه إذن نقول ما لك وما للناس أيها المتطفل تجد في أصناف من البشر كده يضعون مناخيرهم في كل كبيرة وصغيرة خاصة بغيرهم وليست يا ليتها كانت خاصة بهم إنما هو يفتش وينظر ويدقق النظر فيما لا يعنيه فيما لا طائل من وراء فيما حجب عنه أصلا وهو خاص بغير احترام أخواننا احترام مشاعر الآخر هذه ليست مستوردة عنا إنما هي في ديننا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لما دخل رجل على داود الطائي وذلك الرجل كان رجلا متطفلا فدخل عليه وهذا مرض منتشر ومنتفش في هذه الأوقات وفي هذه الأزمنة الصحابة رضو الله تعالى عليهم ما كانوا كذلك أبدا ما كان الواحد منهم يقتحم على الآخر حياته ولا يسأله عن أشياء لم يبدها له ولكن كان يستأذن ويستوثق ويستثبت ويستفهم قبل أن يتكلم قبل أن يعني يدخل مع أخيه في حوار و لما دخل رجل على داود الطائي فقال له فنظر فيه يعني زل ينظر يمينا ويسارا ويقلب عينانه في الدار ثم قال له إن في سقف بيتك جذعا إن في بيت سقفك جذعا مكسورا جزع مكسور في السقف فالتفت إليه داود رحمه الله وقال له أنا في هذا البيت منذ عشرين سنة أنا موجود في هذا البيت يعني أعيش في هذا البيت منذ عشرين سنة وما علمت بذلك يعني حتى صاحب البيت لم يعلم صاحب البيت الذي يعيش فيه عشرين سنة ما أخذ ما لفت نظره هذا الجذع المكسور في سقف البيت فهذا يعطيك إشارة يعني واضحة وجلية كيفية الاقتحام وكيفية التطفل على الغير وكما أقول يعني ما لك وما للناس ما لك وما للناس أمامك يوم مجموع فيه الناس ما لك وما للناس فأمامك يوم مجموع له الناس تذكر تذكر يوم قبرك يوم حشرك يوم نشرك كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إنسان الذي يتصور من العقلاء من العقلاء ألا يشغلوا بالهم ولا يشغلوا أنفسهم ولا أحوالهم بما لا طائل من ورائه بل يحصلون الأوزار ويحصلون السيئات ويحصلون الأثقال كما قال الله عز وجل لكن الواجب على المسلم وهذا الكلام عام يعني هذا الكلام لا أقصد به طائفة دون الأخرى ولا سن معينة دون السن الآخر لا إنما هذا الكلام عام لأمة محمد عليه الصلاة والسلام لجميع الأمة الله سبحانه وتعالى قال وليحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون فالعقل والكياسة والفطنة والفقه إنسان ينشغل بما ينفعه إنسان ينشغل بما ينفعه ولذلك احضر والزم حدودك من قول ومن فعل إلزم حدودك من قول ومن فعل ودع عنك من العمل ما ليس يعنيك ودع من العمل ما ليس يعنيك إن التطفل في دنيا الورى مرض إن التطفل في دنيا الورى مرض يذر الإنسان سخيفا عند الناس متروكة يجعل الإنسان متروكا عند الناس ويجعل الإنسان ليس له قيمة وليس له وزن وليس له وزن إذن المخالطة تؤثر حتى في طريقة الكلام تؤثر في طريقة التعامل مع الغير فاحذر أيضا من قرين واحذر أيضا من صديق متطفل فستأخذ منه دون أن تدري ستأخذ منه دون أن تدري طيب إذن